وأيضاً تنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة نتشا عضو هيئة العمل الوطني والأهلي مرحباً بك أستاذة رتيبة معنا على شاشة القاهرة الإخبارية يعني يبدو أن المسارات مترابطة والأحداث مترابطة عندما نتحدث عن ذكرى حرق المسجد الأقصى ازدياد وتصعيد لهذه العمليات الفدائية عمليات المقاومة وبالمقابل ما يفعله أيضاً المحتل الإسرائيلي فيما يتعلق بعمليات استفزاز ميدانية وعمليات استفزاز اقتصادية بالمصادقة على خطة خمسية إذن بالمشهد الفلسطيني برمته وبشكل عام هل سيكون هناك تدخل لنوع من التهديئة أم أننا ذاهبون لتصعيد أكثر ربما مع هذه الأحداث المترابطة يعني محاولات التهديئة وثني الحكومة الإسرائيلية عن ممارساتها لم تتوقف سواء كانت حتى في القمم التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ أو غيرها من محاولات التواصل الأمريكي ومن الدول المنطقة المختلفة مع إسرائيل كلها باتت بالفشل هذه الحكومة مصرّة على أن تتحول أن تجعل الأبطهيونية الدينية في مركز المشروع الطهيوني مصرّة على ممارسة تغيير جذري على الأرض لا يعترف بحل الدولتين هي تغلص كل الأبواب أمام أي أفق سياسي أو أي حلول سياسية هي تضيق على الفلسطينيين في البطاة الغربية تزيد من عربدة المستوطنين تزيد من الافتحامات في المسجد الأقصى والإتهاكات اليومية للمسجد الأقصى نحن نشعر أن المسجد الأقصى يحرق كل يوم منذ تولي هذه الحكومة كما أحرق قبل 54 عاماً يرتبن نفس الفكر القائم على تغيير المشهد العام فلسطيني وبالتالي هذه الحكومة لا تسعى إلى التهدئة وقد أكسلت كل محاولات التهدئة التي حاولت جميع الأطراف سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ممارستها من أجل فنها عن هذه التصرفات الاستفدازية ومحاولاتها فرض وقاء على الأرض تجعل من حل الدولتين منتهي وميت فعلياً وبالتالي الحل الفلسطيني هو الالتفاف حول المقاومة أكثر وأكثر وجعل المقاومة في صلب الحاضنة الشعبية الفلسطينية وهذا أدى إلى تزايد العمليات ونوائتها في مختلف البصة الغربية وعملية اليوم هي ترجمة فعلية بهذا الالتفاف الشعبي والإيمان في حل المقاومة لإجبار الاشتلال عن الكفر عن ممارساته الصديقية وإجبار العالم للإجفاء إلى القضية الفلسطينية مرة أخرى وجعلها مركز محوري في هذا العالم ومحاولة إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إجراء تقدم في جعل الدولة الفلسطينية أمر واقع وعصمتها الخطر ورفع الأذى والانتهاكات أستاذ رتيبة طبعا كانت المراهنة ولا تزال مستمرة من المحتل الإسرائيلي عن موضوع الالتفاف الشعبي حول المقاومة وحضرتك تشيري الأهمية هذه العمليات والتأكيد على هذا الالتفاف الشعبي وإضافة الالتفاف الشعبي سؤالي عن مسارات أخرى إضافة للمقاومة يعني المسارات القانونية الدولية عندما نتحدث عن هيئات عمل وطني مدى تواصلكم مع هيئات أخرى خارج الأراضي الفلسطينية الضعم للقضية الفلسطينية أين يمكن أن نضع كل هذه الاعتبارات التي تأتي بالتوازي مع موضوع المقاومة والعمليات المقاومة يعني سألنا أفضل أن صنة العالمين الفلسطينية الأخيرة التي كانت بين فلسطين ومصر والأردن هي محاولة أخرى لجعل القضية الفلسطينية في محور الاهتمام العالمي وفي دفع المسار السلمي مرة أخرى وفي دفع حتى المسار القانوني والقضاءي على أن سوى محكمة الجنات الدولية ومحكمة العدل الدولية هنا لك جهود أسليمية في محاولة فضح الانتهاكات الإسرائيلية ووضع الإسرائيل تحت الضغط المباشر لتحمل مسؤولياتها اتجاه كل هذه الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية كهيئة عمل وطني وأهلي في مدينة القضاء الدور الأساسي الذي نلعبه هو أولاً رصد هذه الانتهاكات منع الناس من الانجرار نحو المناورات الإسرائيلية قصة اليوم يتم الترويز بالمشاركة في انتخابات بلدية القدس نحاول دائماً أن نكون الدرع الحامي بمعنى القوة الميدانية الأولى التي تدافع عن فقوة ألف فلسطينيين ميدانية أستاذ رتيبة نتشا عضو هيئة العمل الوطني كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة شكراً لك على هذه المشاركة اشتركوا في القناة